صباح الخير تعالوا نفتح مع بعض حسقية الخمسة وثلاثين ونقرأ الإصحاح دوت إصحاح خمسة وثلاثين وأول جزء في إصحاح ستة وثلاثين أول خمسة وشر عدد في إصحاح ستة وثلاثين حسقية الخمسة وثلاثين من عدد واحد وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم اجعل وجهك نحو جبل سعير وتنبأ عليها جبل سعير دوت اللي هو المكان اللي كان بيعيش في أدوم أدوم اللي هو ولاد مين أدوم ولاد عيسو وقل له هكذا قال السيد الرب هأند عليك يا جبل سعير وأمد يدي عليك وأجعلك خرابا مغفرا أجعل مدنك خاربة وتكون أنت مغفرا وتعلم أني أنا الرب لأنه كانت لك بغضة أبدية ودفعت ابن إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم وقت إثم النهاية لذلك حي أنا يقول السيد الرب إني أهيأك للدم والدم يتبعك إذ لم تكره الدم فالدم يتبعك فأجعل جبل سعير خرابا ومغفرا وأستقصر منه الذاهب والآئب وأملأ جباله من قتله تلالك وأوديتك وجميع أنهارك يسقطون فيها قتلة بالسيف وأصيرك خربا أبدية ومدنك لن تعود فتعلمون إني أنا الرب لأنك قلت إن هتين الأمتين وهتين الأرضين تكونان لي فنمتلكهما والرب كان هناك فلذلك حي أنا يقول السيد الرب لأفعلن كغضبك وكحسدك الذين عملت بهما من بغضتك لهم وأعرف بنفسي بينهم عندما أحكم عليك فتعلم أني أنا الرب قد سمعت كل إهانتك التي تكلمت بها على جبال إسرائيل قائلا قد خربت قد أعطيناها مأكلا قد تعظمتم علي بأفواهكم وكثرتم كلامكم علي أنا سمعت هكذا قال السيد الرب عند فرح كل الأرض أجعلك مغفرا كما فرحت على ميراث بيت إسرائيل لأنه خرب كذلك أفعل بك تكون خرابا يا جبل سعير أنت وكل أدوم بأجمعها فيعلمون أني أنا الرب بصوا بقى النحية الثانية الرب حيكلم جبال إسرائيل هو كلم أدوم حيكلم جبال إسرائيل وأنت يا ابن آدم فتنبأ لجبال إسرائيل وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب من أجل أن العدو قال عليكم هه إن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا فلذلك تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب من أجل أنهم قد أخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم وأصعدتم على شفاه اللسان وسرتم مذمة الشعب لذلك في أسمعي يا جبال إسرائيل كلمة السيد الرب هكذا قال السيد الرب للجبال والأكام والأنهار والأودية والخرب المغفرة والمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها دي بتاعت إسرائيل الحاجات التي تهادمت وخربت بتاعت إسرائيل بصوا بيقول لها إيه بقى من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب إن في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرض ميراثا لهم بفرح كل القلب وبغدت نفس لنهبها غنيمة فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال والالتلال والأنهار والأودية هكذا قال السيد الرب هأنا ذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل إنكم حملتم تعيير الأمم لذلك هكذا قال السيد الرب إني رفعت يدي فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم أما أنتم يا جبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب إسرائيل لأنه قريب الإتيان لأن أنا لكم وألتفت إليكم فتحرثون وتزرعون وأكثر الناس عليكم كل بيت إسرائيل بأجمعه فتعمر المدن وتبنى الخرب وأكثر عليكم الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون وأسكنكم حسب حالتكم القديمة وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم فتعلمون إني أنا الرب وأمشي الناس عليكم شعب إسرائيل فيرثونك فتكون لهم مراثاً ولا تعود بعد تثكلهم هكذا قال السيد الرب من أجل أنهم قالوا لكم أنت أكالت الناس ومثكلت شعوبك لذلك لن تأكل الناس بعد ولا تثكلي شعوبك بعد يقول السيد الرب ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم ولا تحملين تعيير الشعوب بعد ولا تعثرين شعوبك بعد يقول السيد الرب تعالوا نسكب مرة تانية يقولوا بنا أمام الرب ونطلب وجهه يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبداية هو عندك تكلم يا رب وإحنا رب عبيدك سامعين اختبرنا يا رب وعرف قلوبنا تحنا يا رب وعرف أفكارنا وانظر إن كان فينا طريقاً بطلاً وهدنا وانظر إن كان فينا طريقاً بطلاً طريقاً أبداي في اسم المسيح الوقت اللي فات في المنطقة بتاعتنا ما كانش وقت عادي السنين اللي فاتت ما كانتش سنين عادي كانت سنين فيها تغييرات كبيرة حصلت مش بس في مصر في البلاد اللي حولينا وانا ربنا رأتب إن أنا سافرش في شوية بلاد من البلاد اللي حولينا واللي اتأثرت بالثورات والحروب وشفت أوضاع غير اللي إحنا فيها خالص أنا عارف إن إحنا قدنا بقواة صعبة كتيرة وكان فيه وقت ما فوش أمن وظروف الاقتصادية صعبة شوفنا حاجات صعبة كتير بس دا لا يقارن ببلاد تانية جنبنا لا يقارن المشهد هناك كلمة مرعب كلمة قليلة كلمة محزن كلمة قليلة خراب بيوت اتهدت مدن كاملة اتشالت عيال صغيرة تيتمت وناس كبيرة فقدت أبنائها وأولادهم مصغرين أماكن اتحرقت الناس بقت لاجئين في دول كتير واحنا شايفينهم احنا شايفين هنا حتى في اسكندرية لاجئين كتير صح؟ واللي احنا شايفينهم في اسكندرية على فكرة غالبا الناس الصفوة اللي دول كان معهم فلوس وعرفوا يفتحوا مشاريع لكن في غيرهم كتير جدا عايشين لغاية دلوقتي في حاجة اسمها كامبيت في معسكرات أكلهم وتعلمهم والصحة بتاعتهم كل حاجة فأديا الحدود لو سألت الناس دولة انتو عندكم رجاء في يوم الايام ترجعوا مدنك تاني او ترجعوا بلادك تاني غالبا هيقولك خلاص اللي حصل حصل انا حشوف حالي انا وبيتي ده لو اتبقى له بيت او قصدي بعيلته في حتة تاني لكن احنا رجاءنا ان مدننا تتبنى تاني ان الحي بتاعنا ان احنا نرجع بيوتنا وعربياتنا وشغلنا خلاص مفيش رجاء احنا فقدنا وطننا ناس كتيرة فقدت وطننا المشهد اللي حصل لشعب اسرائيل في السبي واللي احنا قرينا عنه في بداية سفر حسقيال كان شبه كده ويمكن اصعب من كده في زمن اصعب ومع اعداء ما بيرحموش والناس اللي احنا بنشوفهم دلوقتي في زمننا اللي راحوا لاجئين في حتة تانية في بلاد تانية البلاد التانية بتحاول تهتم بيهم صح؟ بتحاول تعملهم كمعاملة اللاجئين اللاجئين شعب اسرائيل لما كان بيروح بقى بلاد تانية كان بيتعامل معاملة اسير وعدوه فالمعاملة كانت اصعب المشكلة التانية في شعب اسرائيل انه انه كانش بس فقط وطنه واكله وشربه وناس من عيلته ده فقط حاجة اكبر فقط هويته الدينية او فقط عبادته لانه مش بس اتهجر من مكانه مش بس اتخرب بيته مش بس فقط اسرته مش بس فقط احبائه ده كمان ايه اللي حصل؟ ده فقط الهيكل فما بقاش في عبادة ما بقاش في عبادة حقيقية كلمة وضع ما يقوس منه الشعب اسرائيل في السابي هي كلمة قليلة مفيش عمل حنجيب قوة عسكرية منين عشان نرجع حنجيب منين احنا احنا اسرى عبيد في بلد تانية وضع يمكن اصعب من وضعهم في مصر وهم مزلولين تحت فرقون وفي وسط المشهد ده احنا حنسمع النهاردة انجيل يعني ايه انجيل؟ خبر صار حنسمع اخبار صار الرب حيقول حاجة فيها كلام عن الاسترداد فلو انت لو انت النهاردة جاي وضعك صعب حاسس ان وضعك ما يقوس منه ايا كان السبب بتهايه للرسالة النهاردة دي ليه كلية احنا كلنا محتاجين نسمع الصوت ده النهاردة نسمع عن الله اللي بيرد زي ما كنت برنم محطة الاسيس الاله القادر مين يقدر يخلي الاعمى يشوف النور مين يقدر يقوم الميت من القبور الحاجات المستحيلة اللي محدش يقدر يعملها غيره هو يقدر يعملها بس هنشوف بيعملها ازاي في النص ده النص اللي احنا اللي انا قريته لو تلاحظوا انا قريت معاكم اسحاح خمسة وتلاتين وستة وتلاتين وفي الاسحاحين دول احنا مش بس هنشوف ازاي الله بيرد شعبه او ازاي الله بيوعد انه حيرد شعبه وحيرجع لهم أوطنهم ويرجع لهم المسلوب لكن كمان بنشوف حاجة تاني هدف تاني اهم ان الرب حيقول لشعبه هو مين حيعلن عن نفسه وبيني وبينكو احنا كمان محتاجين نبص على الرسالة دي النهاردة مش بس نبص على الرسالة الاسترداد اللي يمكن كلنا مشتاقين لها اللي يمكن كلنا عندنا حاجات مسلوبة مننا او في وضع صعب وانا مشتاق يا رب ان انا الاقي حل ان انا اخلص من هذا الوضع الصعب لكن محتاجين نبص على الحاجة الابعد من ده كمان على الحاجة الاهم الهدف الاهم زي ما حنشوف ان ده الهدف الاهم في النص ان احنا نشوف ففي صحة 35 الكلام كان الأول على أدوم مين أدوم ده زي ما احنا بنقرأ أو جبل سعير ده عيسو عيسو دوت اللي هو أخو 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 يعقوب والكلام الكلام على الأمم التانية في صفر حسخيال كان جاء في جزء قبل كده في الصحات تقريبا من 25 إلى 32 فكان غريب أن كاتب حسخيال بعد ما يخلص كلام على الأمم يرجع تاني يفتح كلام على أمم الأمم بالتحديد اللي هي أدوم إيه اللي يخليه تكلم على أدوم هنا نسي مثلا ما نسيش ده هو قبل كده تكلم على أدوم ليه بيتكلم على أدوم وهو بيتكلم في قلب الاسترداد في قلب الإصحات اللي بتتكلم على الاسترداد على أنه هيرجع شعبه أنه هيبارج شعبه أنه هيرد شعبه ليه يتكلم على عدوه من عداء شعبه عشان يفهمنا يعني استرداد فالاسترداد مش هنفهمه غير لما نشوف دينونا عارفين زي ما كنا بنقول في العربي زمان الالتضاد يبرز المعنى ويوضحه لما تجيب حاجتين عكس بعض تفهم لتنين أحسن فالنص الآن مكتوب لنا وهو بيتكلم على أدوم عايزك تبص على أدوم وعلى إسرائيل يعني عايزك تقارن أنا هعمل إيه في أدوم وبعدين يقول لك بص بقى أنا هعمل إيه في إسرائيل هنشوف ده وإحنا ماشيين بس مثلا لو بصيت في عدد عدد اتنين يقول في الأول في عدد ساعة 35 أنا اجعل وجهك نحو جبل سعير يعني بيقول له كلم جبل سعير وبعد كده في ساعة 36 ما يقولهش كلم إسرائيل عارفين يقول له كلم إيه كلم جبال إسرائيل مع أدوم يقول لأدوم خلي بالك أنا عليك أنا ضدك لما نيجي نقرأ هنشوف بعد شوية وهو بيكلم لإسرائيل هيروم أنا إيه أنا لك أنا في صفك أنتو هخليكو خراب ومغفرين يا جبل سعير لكن أنتو هخليكم إيه هيبقى فيه عمار وشعب فهو عايز يورينا بص نحامل إيف دول وبص نحامل إيف دول بس تعالنا أول نبص على على أدوم العداوة ما بين أدوم وإسرائيل عداوة قديمة جدا جدا من وقت يعقوب وعيسو زي ما احنا عارفين عيسو كان غيران من يعقوب وكان عايز يقتل يعقوب في وقت ملوات لولا أن يعقوب هرب عند خاله الأبان ومع أن يعقوب لما رجع قابل عيسو المفروض أنهم تصلحوا لكن فضلة العداوة لما تقرأ الكتاب مؤدس كله لما تقرأ العهد القديم كله دايماً حتلاقي عيسو وولاده أو عيلة عيسو ضد شعب الله في أوقات ربنا نقول لهم ما تكلمهمش ما تحربهمش لأنه دول إخواتكم لكن حتى في الأوقات دي كان دايماً عيسو يعمل إيه في شعب الله يبقى ضد شعب الله فهنشوف إعلان دينونة دلوقتي هنشوف تلت حاجات مع أدوم هنشوف إزاي الله بيعلن دينونة عليهم حيعمل فيهم إيه وهنشوف سبب الدينونة ليه الرب حيعمل فيهم كده وهنشوف الهدف ربنا عايزي يوصل إيه بالدينونة دي أول حاجة أعلن الدينونة لو فتحت لو أنت فتح قدامك النص لو معاك كتاب مؤدس أو تتابع معايا على الشاشة فعدد تلاتة يقول لهم حامل فيهم إيه هكذا قال السيد الرب هأنا دا عليك يا جبل شعير وأمد يدي عليك وأجعلك خراباً مكفراً فأول حاجة ربنا بيقولها الأدوم أنا ضدك ودي أصعب حاجة ممكن حد يسمح إن الرب ضده أنا عليك هنشوف ليه الرب يقول على أدوم كده بس دي أصعب حاجة لو ده ما فيش حاجة أصعب من إن الله يبقى ضدي ما فيش حاجة أصعب من إن أنا أبقى عدو لله فيش حاجة أصعب من كده إحنا يمكن نكون بنخاف لو في حد معين ضدي لو في حد قوي شوية لو في حد مفتري لو في حد عنده نفوز وعرفت إن الشخص ده وتحطتني في دماغه أو هو ضدي أو فيه عدو بيني وبينه دي حاجة بتخليني إيه أخاف وقلق هنا الرب نفسه بيقول للسعير أجابة للسعير لأدوم أنا أنا ضدك مش بس ضدك بص في عدد أربعة يقول أنا حامل فيكم إيه أنا حاجعل مدنك خاربة وتكون أنت مكفرا أنا اللي حامل فيك كده أدوم في الوقت ده ما كانش كده كان عايش في ازدهار ورب يقول له أنا ضدك وهخلي مدنك خاربة وتكون تبقى مكفر مش بس كده ده أنا حغرق جبالك وتلالك بالموتة بص ما عايش في عدد ثمانية بعد ما يقول له فأجعلت جبل سعير سبعة خرابا مكفرا والصقص المنه الذاهب والقائب أملأ جباله من قتلاه تلالك وأوديتك وجميع أنهارك يسقطون فيها قتلة بالسيف فأنا مش بس ضدك أنا مش بس أخليك خراب ومكفر أنا الجبال بتاعتك هتبقى مليانة من قتلاك مليانة من الأموات من الأموات من شعبك والأصعب من كده في عدد تسعة وأنا بالنسبة لي دي أصعب حاجة ممكن أدوم يسمحها اللي جاية بعد أن أنا ضدك إن الموضوع ده حيستمر حيبقى دائم فبص في عدد تسعة يقول إيه حنا أصيرك خراباً خرباً أبدية ومدنك لن تعود مش حيبقى فيه أدوم تاني وعلى فكرة النبوة ديت لو أنت بعد الوقت دوت أو مع وقت المسيح ما بعدش فيه حاجة يسمعها أدوم ما تسمعش النهاردة عن أدوم صح؟ كلام الرب نفزه فالدينون اللي ربنا دان بيه الشعب ده أو العيلة ديت عيلة عيسو كانت دينونة أبدية زي ما في يوم الأيام حيدين ناس دينونة أبدية هو ضدها إلى إلى الأبد ملفت في المشهد دوت إن مين اللي بينفز الدينونة مين اللي ضد أدوم الرب نفسه الواضح مش إن أدوم ضر نفسه بنفسه هو أه أدوم ضر نفسه بنفسه سي مش بس كده واضح إن مين اللي ضد أدوم الرب نفسه ضد أدوم والرب هو اللي بينفز الدينونة اللي حينفز الدينونة على أدوم وبيوعد ان انا هعمل كده زي ما بيقول في العهد الجديد انا هعمل ده مع الاشرار انا حبقى ضدهم انا اللي هقولهم اذهبوا عني يا فعلي الات هو اللي هقول كده هو اللي هيلقي الاشرار في جهنة هو ضدهم عمل كده مع ادوم طب ليه يا رب ليه عملت كده مع ادوم ايه سبب الدينونة داية في عدد خمسة بص يقول ايه اول حاجة يقول لانه كانت لك بغد ابدي انت كراهيتك لشعب اسرائيل كراهية ما بتقفش من وقت من وقت عقوب لغاية دلوقتي انت مش قادر تبطل كراهية والغاية دلوقتي بتعمل ايه بتكرههم انت مش بس مش بس بتكرههم ده انت وقت السبي وقفت مع البابليين ضدهم اشتركت في عملية قتلهم وتسلمهم خلي بالكم السبي ده كان دينونة الله على شعب اسرائيل لكن الرب في نفس الوقت بيدين ادوم انه عمل ايه انه مد ايده وقتل او مد ايده وقت السبي بص في عدد خمسة يقول ايه لانه كانت لك بغداء ابدية ودفعت بني اسرائيل الى يد السيف في وقت مصيبتهم وقت اثم النهاية فانت عملت كده انت جيت وقت مصيبة اسرائيل وقت السبي وساعدت البابليين ضدهم مش بس ساعدت ده انت كنت فرحان في اللي بيحصل فيهم مع ان ده ولد عمك دول اخواتك كنت فرحان وشمتان في ساعة ستة وثلاثين عدد اثنين يقول كده هكذا قال السيد الرب من اجل ان العدو قال عليكم ها كلمة هادية يعني ايه واحد عارف انت لما يواحد يبقى شمتان في واحد في مصبته فرحان فيه جبل السعير كان شمتان في شعب اسرائيل فعضة ناصر يقول فتعلم اني انا الرب قد سمعت كل اهانتك التي تكلمت بها على جبال اسرائيل خائران قد خربت قد اعطيناها مأكلا انت وكأنك كنت بتحتفل شمتان باللي بيحصل ده مش بس انت شمتان يعني انت انت ساهمت في ان هم يتقتلوا انت عندك كراهية ليهم انت شمت في مصبتهم مش بس شمت في مصبتهم كمان ده انت كنت عايز تاخد ارضهم او انت كان في دماغك ان انت تعمل ايه نصبهم يبقى ايه بتاعك عارفين واحد يبقى في مصبت واحد مش بس فرحان في المصيبة اللي حصلت له ده عايز بعد ما المصيبة تحصل له يستنى لما يتقضى عليه ويروح اعمل ايه وينهب جبل سعير عامل كده بصوا عشان نشوف ملخص للفكرة ديت في سفر عبادية سفر عبادية سفر كامل في العهد القديم هو اصحاح واحد بس هو سفر في العهد القديم بيتكلم بس عن قدوم بصوا في عبادية عشرة يقول ايه وبادية عشرة من اجل ظلمك لاخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقلد الى الابد شايفين ديمومة الدينونة وبعد يفعض حدوش يقول ايه يوم وقفت مقابله يوم ثبت الاعاجم قدراته الاعاجم هنا بيتكلم على الامم على البابليين وهم بيحربوه وبيشيلوا منه قوته وكل حاجة عنده انت وقفت ضده ودخلت الغرباء دخلت الغرباء ابوابه وقلقوا كرة على الارشاليم كنت انت ايضا كواحد منهم يعني وكأن الاشرار بيلتفوا حوالين الارشاليم وكل واحد عايز ياخد منها حتك كنت انت واقف معاهم مستني ايه نصيبك ويجب ان لا تنظر الى يوم اخيك يوم مصيبته ولا تشمك ببنيهوزة يوم هلاكهم ولا تفغر فمك يوم الضيق ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بليتهم ولا تمد يدن الى خدراته يوم بليتهم عدد 14 ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه يعني ايه الكلام ده الناس وهي بتهرب من قرشاليم من الضمار بتاع ملك بابل وهما بيهربوا هما بقى واقف مش عشان ياخدهم لاجئين واخدهم بيعني فيهم ايه بيصطدهم يعني اللي يفلت من بابل ما يفلتش مني ده ادوم ولا تسلم بقياه يوم الضيق دي العداوة اللي عنده ادوم فرحان في البلوه اللي بتحصل في اسرائيل ومش بس فرحان ده عايز يعمل ايه ياخد مكانهم المرتفعات دي تبقى تبقى بتاعته وانا بقرى النص دوت افتكرت كلام المسيح في الموازع الجبل وبيقول احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم احسنوا لأبواديكم صلوا لاجل الذين توجه مختلف خالص ده واحد شمتان في العدو مش بس شمتان مش بس شمتان فوقو حد شمتان فوقو اخوه ده كمان ايه اللي بيحصل ده عايز ينهب وينهج لما اخوي قام والمسيح بيقول احب وقعدائكم ما تفرحش في بليته بوليس يقول ان جاء عدوك تطعمه ان عطس فسقيه صح؟ على فكرة المسددن هو عدو وانه ممكن يكون اذاك وانه هو مفوض يجازة بس بوليس يقول مش انت اللي هتنتقم لنفسك انت كل اللي انت تعمله احسن اليه الانتقام ده بتاع مين بتاع انا ما تنتقمش انت لنفسك عيسو ما عملش كذا عيسو عمل عكس كده بالزبط والدينونة ابدية الدينونة اللي عيسو هياخدها ابدية طب ايه هدف الدينونة ليه الرب حايدين عيسو ليه حايدين ادوم بص معاية ثاني في النص لو بصنا في عدد من اول عدد اربعة اجعل مدنك خاربة وتكون انت مغفرا بعد كده يقول خلي بالكم الكلمة اللي هتتكرر دي وتعلم اني انا الرب عدد تسعة قصيرك خربا ابدايا ومدنك لن تعود فتعلمون اني انا الرب عدد حداشر لذلك حين انا يقول السيد الرب لأفعلنك غضبك وكحسدك الذين عملت بهم من بغضتك لهم واعرف بنفسي بينهم عندما احكم عليك فتعلم اني انا الرب عدد تسعة قد تعظمتم علي بافواهكم وكثرتم كلامكم علي انا سمعت فاخر عدد عدد خمستاشر تكون خرابا يا جبل سعير انت وكل ادوم باجمعها فيعلمون اني انا الرب اهانة شعب ادوم ما كنتش مجرد اهانة شعب اسرائيل كانت اهانة المين لإله اسرائيل نفسه كانت ضد إله اسرائيل نفسه والله في الدينونة مش بس هيخلص شعب اسرائيل الله في دينونة ادوم هيخلص شعب اسرائيل لانه لانه ادوم لما شعب اسرائيل الراحة السابي اخد بيوتهم واخد اراضيهم وقاعد فيها فعشان شعب اسرائيل لرب يكلمهم عن الاسترداد ان انتم ترجعوا ارضكم لازم يعمل ايه في اللي اخ optimize ارضهم يطردهم مش ده بس هدف الدينوين ان انتو ترجعوا لكن الهدف كمان ان ايه اللي يحصل ان هم يعرفوا وانتو تعرفوا ان انا الرب انا الديان العادل حييجي وقت والاشرار حيعرفوا ان الارض فيها اله عادل يبدو المشهد في اوقات كتيرة جدا جدا انه وكأن الله مش موجود لما الظالم يفترع المظلوم وتلاقي حقك بيتهضر ومعندكش حل ناس كتيرة بتتظلم وبتحاول تعرف تجيب حقها وناس كتيرة جدا بتتظلم وحقها اللي بيحصل له بيديع صح؟ لكن الرب يقول مفيش حاسمها حق بيديع ليه مفيش حاسمها حق بيديع لان الله ايه؟ مش بس الله قاضي عادل عن فين القضال في الارض ساعات الواحد يبقى حقه مش عارف يجيبه لان مش عارف يثبت مش عارف يجيب دليل مش عارف يجيب شاهد مش عارف يجيب حد يقول القاضي حصل كذا 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 مش عارف والقاضي بيحكم باللي ايه؟ بالأدلة باللي بيشوفه صح؟ ماينفعش يقول انا حاسس ان انت مظلوم مايقدرش القاضي يعمل كده لكن في قاضي مش محتاج شهود ومش محتاج أدلة صح؟ كل حاجة مالها مكشوفة واريانة قدامة مش كده؟ فمستحيل حكمه يبقى ايه؟ ظالم او مستحيل يكون فاتاته حاجة او ماخدش باله من تفصيله فالرب بيقول هتعرفه انا مين؟ هتعرفه انا مين؟ وكل مرة كل مرة هتلاقي في كلام عن خلاص للشعب واسترداد للشعب ورجوع للشعب هتلاقي في كلام عن دينونة الله للاشرار فمثلا الشعب هو بيخرج من ارض مصر يوم الفصح يوم الفصح دوت كان يوم عجيب جدا جدا لو انت واحد من شعب اسرائيل في اليوم دوت وقاعد في بيتكو غالبا يمكن وكأن الوقت ده احلى من احلى عيد ميلاد تكون عملتو في بيتك او احلى من احلى خطوبة او جواز احتفال احتفال لك اذا سبب اول سبب ان الابن البكر بتاعك ما ماتش صح؟ السبب التاني ان احنا خلاص بنعمل ايه بنستعد عشان نعمل ايه؟ هنخرج مستعدين للخروج في نفس الوقت في نفس اليوم اللي البيوت دي فيها ناس فرحانة وبتهلل ومستمتعب اللي ربنا عملوا معاها يمكن البيت اللي في وشك بتاع المصريين اللي عندهم الابن البكر اهلك عويل وصراخ صح؟ فالرب في المشهد ده وهو بيخرج شعبه بيعمل ايه في الاشرار؟ بيدين الاشرار وقت عبور البحر الشعب بيعد عبور البحر كان خلاص للشعب وفي نفس الوقت دينون على مين؟ على شعب اسرائي والله في المشهدين دول بيعلن عن نفسه الناس كلها بتسمع عنه بتسمع عن عظمته يقول الرب اخرجنا من مصر واهلك فرعون فاحنا عرفنا ان الاله حقيقي هو الله مش فرعون مش الهة المصريين اشهر مشهد للخلاص في كتاب مؤدسة مشهد ايه؟ الصريب صح؟ هو فعلا اهم مشهد خلاص في كتاب مؤدسة لكن في نفس المشهد ده اهم مشهد دينونة انت ممكن تشوفه المكان اللي قدينت فيه الخطيئة المكان اللي قدين فيه الشر المكان اللي هزن فيه الشيطان هو نفس المشهد نفس المشهد بوليس يقول كده في رومية تمانية لاش سيء من الدينونة اللي لدينا هون في المسيح يا سوء صح؟ مفيش دينونة فيه خلاص ليه بقى فيه خلاص؟ لانه مكان النموس عاجزا عنه فيه مكان ضعيفا في الجسد فالله ارسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولأجل الخطيئة بصوا بقى الرب عمل ايه؟ دان الرب عمل دينونة في المشهد بتاع الصريب دان الخطيئة في الجسد فلو انت عايز تتعرف عدالة الله وقداسة الله وبر الله وعظمة الله هتبص على الصريب فلما تبص على الصريب تعرف مين هو الله والرب هو بيقول لأدوم انا حدين ادوم ليه يا رب حدين ادوم ايه الهدف الكبير من دينونة ادوم؟ فيه هدف ان انا رجع شعبي انا هرجع شعبي وهرجعهم من خلال دينونة ادوم بس انا مش بس هدف ان انا رجع شعبي انا عندي هدف تاني من اجل شعبي ومن اجل ادوم ايه هو؟ ان هم يعملوا ايه؟ يعرفون ايه؟ يعرفون ايه؟ يعرفون انا الرب يعرفون انا الرب تعالوا نبصوا بقى على مشهد اسرائيل مشهد اسرائيل مشهد الاسترداد بتاع اسرائيل زي ما قلت المشهد بتاع اسرائيل كان وضع ميقوس منه انا لو واحد من شعب اسرائيل انا ما عنديش حل وما عنديش رجاء اللي عندي رجاء روحي ما فيش هيكل وعندين انا اصلا رايح رايح السبيب بسبب ايه؟ شري وبسوي خطيات وعايز اقول لكم حاجة الشعب هو في بابل تاب؟ ما تابش مرجعش من الرب فالشعب ما عندوش حتى رجاء في نفسه يعني الشعب ما حاولوش يعملو ايه؟ تعالوا نعمل صلاة طوبة عشان ربنا يرجعنا ما عمليوش كده وده اللي خلى دانيال في يوم الايام يصلي لما لقى انه سبعين سنة من السبية عدت وربنا قال احنا هنوعد في السبية سبعين سنة بس احنا متوبناش طب يا رب احنا هيرجع زيه احنا متوبناش فحاول يوتوب بالنيابة على الشعب ما فيش طوبة حصلت فوسط المشهد اللي الشعب فيه مش بيتوب فوسط المشهد اللي الشعب ما عندوش فوي قدرة ولا قوة الرب بيقول انجيل اعلان استرداد بص كده الاسترداد اللي ربنا بيقوله فصح ستة وتلاتين اول حاجة عايز اقراها معاكو فستة وتلاتين فنص ستة وتلاتين لان انا بالنسبة لي دي اهم نقطة في الاسترداد او اهم اهم اعلان في الاسترداد فعدد 8 يقول اما انتم يا جبال اسرائيل فانكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب اسرائيل لانه قريب الاتيان الرب بيكلم جبال اسرائيل وبتوع اسرائيل سمعين بيقول للجبال على فكرة يا جبال اسرائيل انتو حتطلعوا خير حتطلعوا اكلوا شرب لشعبي حتتعمروا تاني يا جبال اسرائيل وبعدين ليقول ليه بقى في عدد 9 لاني انا لكم والتفت اليكم فتحرثون وتزرعون احلى خبر ممكن تسمعوا لما الرب يقول لك ان انا لك انا معك انا في صفك وده اللي بقول اسأله في رمية 8 برضو ان كان الله معنا فمن علي مفيش حاجة احلى مفيش خبر احلى من انت تسمع ان انا في صفك انا معك معنى ان الله معايا بحيحل حتى لو الحل مش دلوقتي بس في رجاء بس مش بس ان في رجاء مش معنى ان الله معايا ان في رجاء او حاجة مهمة برضو زي ان في رجاء ان حتى الوقت الصعب اللي انا بعدي في دلوقتي دوت لان الله معايا فالوقت الصعب ده ماله لخيري في مصلحتي ابوي عارف هو بيعمل ايه تقديب الرب لشعب اسرائيل في بابل كان لخيرهم عشان يردهم عشان يعرفهم هو مين هنشوف هدف الاسترداد ان الرب يعلن عن نفسه احنا اوقات كثيرة بنعدي في امور صعبة في حياتنا وكم مرة سمعت واحد يقولك انا في الامر الصعب ده في الوقت الصعب دوت شفت ربنا عرفت حاجات ما كنتش عارفها عرفت حاجات عن نفسي وعنه ما كنتش عارفها اختبرت حاجات ما كنتش عارفها عشان كده الكتاب يقول كل الاشياء كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله لان الله في صفي فحتى ما تعبي وديقي ومرضي ومشاكلي والظلم اللي اتظلمته مش بعيد عن عينيه دي ادواته اللي بيستخدمها الخيري الناس ما تفهمهاش كده الناس ممكن تقوله لي يا رب وساعات احنا بنقوله لي يا رب واحنا في عزة ألمنا واحنا في عزة تعبنا بنقوله لي يا رب وساعات بيرد وساعات بيعمل ايه بيردش سيقولك خليك وثق فيها مش هربوك مش هنفسفك لو انت في المسيح كل شيء لك مرة بولس قال كل حاجة لينا كل حاجة لينا حتى الموت بقى لينا حتى الموت بقى اداته ان يخدني لي ان كان الله معنا فهمان علينا من سيفصلنا عن محبة المسيح مين ممكن يشككني ان ربنا مش في صف به اشدة امضيق امضيق امضياد جوع معوري امخطر امسايف كما مكتوب ان انا من أجلك نمات كل نهار كتحسبنا مثل غنم لكن يعظو انتصارنا في ايه في هذه في الحاجات دي يعظو منتصارنا بالذي احبنا بالذي احبنا فالله بيعلن أول حاجة بيعلننا الشعب إن أنا في أين؟ أنا معاكم أنا لكم أنا في صفك فلو أنت في المسيح وأنت دلوقتي في وسط ألمك وسط ديئك أول حاجة عايزة أقولها لك الله بيفكرك وبيفكرني إن هو معاك إنه ليك إنه في صفك إنه مش ضدك وإن اللي بيحصل ده حتى لو مؤلم فهو الخيرك يمكن لإستردادك يمكن لتشجيعك يمكن لتشكيلك يمكن لعشان تشوفه أكتر أنا معرفش ربنا بيتعامل مع كل واحد فينا من ولاده إزاي لك أنا عارف إنه هو إله صالح وإله حكيم حاجة تانية اللي بيقول لهم بص بيقول لهم إيه كمان يقول لهم في عدد أربعة يقول الأماكن اللي كانت مغفرة والمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها يقول إن أنا الأماكن اللي كانت بايزة ديت الأماكن اللي كانش فيها كانش فيها خير اللي تنهبت عدد ثمانية هتنبتون فراكم تثمرون ثمركم لشعب إسرائيل لأن أنا لكم ألتفت لكم فتحرتون وتزرعون وأكثر الناس عليكم كل بيت إسرائيل بأجماعهم فتعمر المدن وتبنى الخرب لو تفتكر هو كان بيقول إيه لسعيل لقدون بيقولهم إنه إحصلكم إيه هتخربوا لكي بيقول للشعب أنتو هتعمر المدن على فكرة هو بيقولهم كده هم فين هم في السبي لسه يعني ما فيش أي حاجة تقول إنه ده ممكن يحصل وبيقولهم ده هيحصل أنا هعمل كده وأكثر عليكم الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون وأسكنكم حسب حالتكم القديمة يعني إيه حسب حالتكم القديمة فاكرين الخير اللي أنتو كنتم موجودين فيه أيام داود وأيام سنايمان العظم اللي أنتو كنتم فيها حرجعكم خلي بالكو هو بيقول يعني خليل أنت بتروح لواحد دلوقتي من الناس اللاجئين وبتقول له حرجعك بلدك في وضعك زي مكان قبل ما تحصل أي ضمار مش بس كده وأحسن إليكم أكثر مما فيه أوائلكم دا أنا كمان هتبقى في وضع أحسن أفضل إزاي يا رب بس أنا أعمل كده أنا أقدر أعمل كده طبعا ساعات الواحد يبص في النصوص دي يقول يضحك زي ما صار وضحكت صح معقول يا رب هتدي من المتحة معقول يا رب تعمل كده والرب يجي يسألك يقول لك إيه أنت بتضحك ليه أنت بتتحكم ليه وأنا ما أقدرش لا أقدر وأنا عايز عينينا تترفع مش بس على هذه الحياة يمكن في هذه الحياة أو الأواخر أحسن من الأوائل دا بيتكلم كمان أن فيه دايمومة أن الموضوع حيبقى دائم أن الوضع أن أنتو مش حيبقى عندكو أعداء ومش حيبقى فيه خراب تاني دا وضع مش حيقف بص بعض دا بعطوش اللهم إيه لذلك لن تأكلي الناس بعد يا جبال إسرائيل ولا تذكلي شعوبك بعد تذكلي دي المرأة اللي فقدت ابنها الثكلة يقول السيدة رب ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم ولا تحملين تعيير الشعوب بعد ولا تعثرين شعوبك بعد يعني حييجي وقت وكل الألام تنتهي وكل الحزن ينتهي وما فيش حد حيعيرك تاني لأن الدينونة هتبقى حصارت لهم الأبدية عارفين لماذا شدي فكرنا بإيه لما الرب يقوف سفر رؤية سيمسح الرب كل دمعة من عيونهم إحنا دلوقتي المؤمنين بنتقلم صح بنحزن بنتعب لكن الرب بيوعدنا كلنا إنه حيجي يومه يعمل إيه حيمسح كل دمعة من عيوننا ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وضع ولا موت وأعداءنا حيبقوا كلهم في بحيرة النار وكبريد النبي الكداب والوحش وإبليس وملائكته والأشرار وضع دائم وضع أبدي ده إعلان استرداد اللي رب بيقوله لشعب إسرائيل واللي بيقول هلنا النهاردة طب يا رب زي ما قلنا في الدينونة شفنا الدينونة والسبب والهدف يا رب إيه السبب اللي خليك تعمل كده مع شعب إسرائيل ليه رب تعمل معهم كده يعني أدوم أشرار ويستهلوا طب إسرائيل أشرار ولا أشرار صحيح يستهلوا إن هم يروحوا السابي ولا لأ صراحة رب أنا مش لقي أي سبب تخليك تعمل معنا كده لو في سبب وحيد يخلي الرب يعمل كده معنا هو هو رحمته هو رحمنا بريوا بينكم السبب الوحيد اللي يخلينا هنا إحنا قاعدين هنا وبنسمع الكلام ده وكلمة ربنا مفتاحة قدامنا وفي ناس تاني بره مش سايفة الكلام ده مش لأن إحنا كنا أشتر ولا أسكى ولا أطقى هي رحمة الله بصراحة مفيش أي حد فينا له فضل إنه يبقى موجود في المكان ده وإنه يسمع الوعود دي مفيش أي حاجة غير رحمة الله حاجة كمان غير رحمة الله ممكن أنه قلها من أجل اسمه اسمه اللي ضعي علينا بص بيقول للشعبين بيروم أنا ليه هعمل معاكم كده في صاحب ستة وثلاثين بص يقول لهم أنا هعمل كده ليه عدد عشرين فبعد دوت بعد النص اللي احنا قرناه بقول فلما جاءوا إلى الأمم اللي هو شعبي حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس إذ قالوا لهم هقلوا شعب الرب وقد خرجوا من أرضه فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا فالسبب اللي يخليني أردهم أن الرب تحنن على إيه خلي بالكو هو مش بيقول بس أنه تحنن على شعبه بيقول حاجة غريبة وبيقول إنه تحنن على اسمه القدوس عدد 22 بقى بص يقول إيه لذلك فكل بيت إسرائيل بيكلم شعب إسرائيل بيقولهم إيه هكذا قال السيد الرب ليس لأجلكم أنا صانع مش عشانكم مش عشانكم أعمل اللي أنا هعمله دوت مش عشانكم أرجعكم مع أن أنت لما هترجعنا يا رب أنت بتقول إن أنت بصفنا وأن أنت معنا وأن أنت بتحبنا وأن أنت رحمتنا أيوة بس مش ده الهدف الكبير ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم فأقدس اسم العظيم المنجس بين الأمم والكلام ده مشجع وبيني وبينكو يكسف شوي لأن الرب بيقول لشعبه أنتوا أنتوا اللي اسم دعي عليكم أنتوا اللي بيتقال عليكم مسيحيين أنتوا اللي بيتقال عليكم شعب الله كتير بتعملوا إيه بتنجسوا اسمي بتتصرفوا تصرفات زي الأشراك فأنا هعمل فيكم زي ما عملت شعب السرائيل معادلة غريبة كده أنا هقدبكم لأن الرب مش بيتيق الشر حتى في شعبه وشوفنا عمالين نسمة ربنا بيدين شعبه إزاي صح؟ فحل لكن تأديب مش دائم إزاي ما عمل مع أدوم أدوم الدينونة مالها أبدية لكن مع شعبه الدينونة ما كانتش أبدية مش كده رح عمل معهم إيه قدبهم لأن اسمه دعي عليهم لكن كمان هعمل فيهم إيه؟ هيرجحهم تاني هيردوهم تاني طب ليه بيعمل كده من أجل اسمي؟ القدوس الذي نجس تموه فده وضع مطمئن أن لو أنت من شعب الله هو مش هيسيبك ولو تعوّكت هيقدبك لكن رحمته لن ينزعها عنك بديوا بينكو اللي ربنا بيقدبه في خطايا المفروض أي الكسف بس في نفس الوقت من جوة من جوة أوي يعمل إيه؟ يفرح لأن أبوه واخد ماله واخد باله منه ومش هيسيبه كده حيرجعه حيرجعه لأن اسمي ضعي عليه أنت بقيت ابني مش هينفع سيبك في اللي أنت بتعمله ده الرب بيقول للشعب كده من أجل اسمي أنا بعمل ده لكن زي ما حنسمع بالليل النهاردة الرب هو بيعمل كده مش بس حيرد الشعب من أجل اسمه الرب بيغير شعبه بيطهر شعبه ويديهم قلب لحمه ويخليهم يحبه وصيابه في تأديب الرب مش بس عقاب أو أو خبط كده زي ما الرعب يغبط الخراف ده كمان بيعمل حاجة تانية بيغير قلبهم بيشكلهم عشان يردهم لي تاني عملية التأديب في حد ذات عارفين بتعمل إيه في القلب بتشكل بتشكل هنسمع عن الكلام ده بالليل في قبقية 36 لكن الملفت أن الرب بيعمل الهدف الكبير عند الرب هو إيه لأجل اسمه الكدوس فلو قرنت المشهدين جنب بعض بتاع أدوم وبتاع إسرائيل تاني فيه إعلان وسبب وهدف الهدف في الاتنين أوه حيرد شعبه هنا بدينونة الشعوب ديت وأه حيرد شعبه هنا ده هدف لكن مش ده الهدف الكبير فيه هدف أكبر ربنا بيعمله في الدينونة وفي الاسترداد إيه الهدف الكبير اللي ربنا بيعمله بيقول هو مين بيعلن عن نفسه بيعلن عن رحمته وقدرته وقدسته وعدلته وعظمته وهو بيعرفك نفسه أكتر ويفتح أنيك على ده أكتر متوقع أن احنا نعمل إيه؟ نتق فيه أكتر ونحبه أكتر ونكمل معه أكتر ونسلمه حياتنا أكتر حتى وقت ذئنا وتعبنا وظلمنا يا رب احنا نسلمين إيديك الأمر في إيديك الأمر احنا واضحين فيك انت وعدت وقده معدت هتنفذ هتنفذ المسيح نفسه كان كده المسيح لما جيه جيه عشان يخلص مقاد هلك جيه عشان تحنن علينا شاف الحصاد كثير والفعل قليلون جاء يخلص مقاد هلك لكن المسيح جيه يفعل بالأولى مجيئة قبيل في السماعة يقوله كده أنا يا رب مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني قد أكملته هو واخد رسالة من الله وجيه يمجد الله على الأرض وإحنا نفوذ يبقى ده برضو توجهنا في كل تصرفاتنا حتى وإحنا بنحب الناس حتى وإحنا بنحب أعداءنا طبعاً إحنا محبة الناس في حد ذاتها هدف لكن فيه هدف أكبر بداية إنت بتعمل كده ليه إنت ليه بتخدم إنت ليه بتربي ولدك كويس إنت ليه بتشتغل ليه بتعمل اللي إنت بتعمله يا رب أنا عايز اسمك يا عرف حتى رب في وقت تعب زي ما بوليس كان يقول كده يتعظم المسيح في جاسة دي سواء بحياة أو بموت يا رب حتى في وقت ألمي وقت تعبي أنا عايز أن أستعرفك هختب معاكم وأقول لكم إحنا بنعمل حاجة غريبة جداً المسيحين بيعملوا حاجة غريبة جداً جداً في وقت أحزننا فأشد أو أد ألمنا حتى في جلزتنا بنعمل حاجة غريبة جداً بنرنم صح مش غريبة أن احنا بنرنم حتى وقت الجنازة بنعظم الرب بنقول يا رب أنت عظيم أنت صالح أنت مجيد حتى وقت ظلمي يا رب أنت عظيم أنا عارف يا رب أن أنت في العلاء أقدر أنا عارف أن أنت شايف حتى في وقت تعبي وألمي حتى في الوقت اللي الناس فيه داسوا علي يا رب أن عارف أن أنت موجود وقادر وعظيم قل له رب افتح حناية أن أنا أشوفك بالشكل ده حتى في وقت التعب يا رب وأشوف وأودك أن أنت حترد شعبك وأشوفك أن أنت في صف أن أنت معايا أن أنت لي أمين تعالوا نصلي يا رب جايني نقول مع عبدك مرة تاني إن كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء يا رب إحنا بنشكرك لأنه لولا نعمتك لولا رحمتك مصرنا مش أحسب من مصير أدوم عوجنا رب المستقيم ولم نجاز عليه شمتنا يا رب في أعداءنا وحسدناهم وتمننا اللي عندهم يبقى عندنا يمكن يا رب وإحنا بنقرأ عن أدوم نلاقي نفسنا بنعمل اللي هما بيعملوه لكن يا رب هي رحمتك بينت محبتك لأننا ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا لكن كمال بنشكرك يا رب من أجل رسالة الرجاء اللي بتسمعنا نياها النهار دا رب رسالة الاسترداد وانت بتقول لنا يا رب أن أواخركم أفضل من أوائلكم وانت بتقول لنا أن مش هيكون في صراخ ولا عويل ولا ألم ولا حزن ولا موت هتحسن إلينا يا رب وتكرمنا توبة للوضعاء لأنهم يريطون الأرض احنا بنشكرك يا رب من أجل وعودك حتى لو مكناش شايفينها ولمسينها دلوقتي حتى لو مكناش خدنا كل اللي لنا فيك دلوقتي لكن يا رب شجعنا بهذا الرجاء فكرنا بالميراث المحفوظ لنا الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يطمحن بنصال لرب أن نبقى كل اللي بنعمله بنفكر فيه وبنقوله كن بيقول أن أنت الرب أنت الإله وحدك في شفاعة المسيح بنصال ترجمة نانسي قنقر